السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جزائرية وأسكن في أمريكا وأم لطفل توحد شديد عمره الآن حالياً ثلاث سنوات وبدع أشهر كانت أم سألتني ابنها شخصة باضطراب فرط حركة وعمره أربع سنوات ونصف قالت سؤالها يقول هل عندما يصل ابني إلى سن السابعة أو سن العاشرة سيتخلص تماماً من الحركة الزائدة أجيبها وأقول لدي صديقة هنا في أمريكا هي طبيبة نفسانية وفي صغرها شخصت باضطراب فرط حركة بما أنها طبيبة يعني درست وتعلمت وعملت أيضاً ولكن الحركة لا زالت تتحرك لا زالت في مكتبها عندما يكون لديها موعد مع زبون تجلس على الكرة المطاطية وتتمطط عليها تقفز عليها وتتمشى قليلاً في حديقة المكتب خارج المكتب يوجد حديقة تتمشى قبل أن يأتي موعد الزبون يعني تفرق طاقتها قبل أن تستقبل الزبون القادم يعني المريض القادم عندها وهي طبيبة نفسانية يعني الحركة الزائدة لم تتخلص منها وإنما تعايشت معها واستطاعت أن توجه مستقبلها إلى اتجاه إيجابي كيف تفعل ذلك؟ هي المشاكل الكبيرة تكون خلال خمس سنوات الأولى من حياة الطفل مثلاً أنا ابني شخصة بتوحد شديد ولديه يعني حركة زائدة أيضاً يتحرك بكثرة بالرغم من أنه توحد وراتي يعني توحد ليس اضطراب فرض حركة ابني يتحرك ولكن ليس بالمقدار الذي يتحرك به الطفل الذي شخص بإضطراب فرض حركة إضطراب فرض حركة لديهم رفرفة قوية مثلاً ابني كان يرفرف لكن ببعض لكن إضطراب فرض حركة يرفرفون بقوة وبكل يدهم يعني ليس فقط بالكف وإنما بالمرفق كله يعني لديهم حركات قوية وسريعة جداً حتى جسمهم يتحرك بعشوائية وبكثرة يعني يحبون القفز ابني أيضاً يحب القفز لكن يتعب ويستريح يقفز مثلاً الخمس دقائق أنتم ليستريح لكن اضطراب فرض حركة يقفزون في بعض الأحيان نصف ساعة دون توقف عادي لا يتعبون بسرعة ذلك راجع إلى تشنج أعصابهم بكثرة يعني هذه الحركة يحتاجونهم يعني إذا رأيت الطفل يقفز وتقولين له اهدأ، اجلس في مكانك، توقف هذا غير منطقة بالنسبة له لأنه فعلاً يتألم جسمه يؤلمه، رأسه يؤلمه أطرافه، يده، رجليه يؤلمونه لأن أعصابه جداً متشنجة لذلك يجب توجيه الطفل كيف ذلك؟ تعليمه الحركات المنتظمة مثلاً في المدرسة كانت عندنا حصة حصة رياضة، ماذا كنا نفعل؟ كنا نتمشى في مثلاً يقولوننا لم تمشوا حول الساحة يعني أنت في داخل البيت إذا كنت، إذا كان لديكم القدرة أنكم تخرجوا الطفل خارج للمنزل أفضل كل يوم، عشرين دقيقة في الصباح وعشرين دقيقة في المساء إذا لم يكن لديكم مقدور يعني في البيت خصصي له مكان يذهب ويتمشى فيه ذهاباً وإياباً يذهب ويعود يتمشى وخصصي له مكان يقفز فيه الكرة المطاطية الكبيرة يتمطط فوقها يعني يجلس فوقها هكذا وأيضاً ببطنه كنت شرحت ذلك في فيديو خاص سابقاً على بطنه يذهب ويأتي هكذا يعني يتحرك فوق الكرة المطاطية الكبيرة علميه أن يفعل ذلك وحده الطفل الأقل من ثلاث سنوات لا يعرف يفعله وحده يجب مساعدته يعني مسك الكرة حتى لا يؤدي نفسه وتعلمه الجلوس وتعلمه أيضاً فعل ذلك على بطنه لكن فوق خمس سنوات المفروض يكون يفعل ذلك لوحده كذلك علميه الحركات المنتظمة مثلاً رفع اليدين الهبوط هكذا الوقوف على رجل واحدة الدوران يعني يقول له استادر هكذا ثم استادر هكذا حركات عادية مثل المدرسة مثل ما علمونا في المدرسة لكن علمي الطفل أن يفعل ذلك وحده يعني بدل أن يرفرف بيده ويدور في مكانه بحركات عشوائية علمي حركات منتظمة حتى لا يبدو طفل غريب الأطوار أمام أصدقائه في المدرسة أو أمام زملائه في الشارع أو جيرانه أو العائلة التربط الحركة أدكياء جداً المشكلتهم الوحيدة هي الحركة يعني أغلبيتهم درسوا وتعلموا وعملوا وتزوجوا أيضاً عادي لكن المشاكل الكبيرة عند الأطفال أقل من خمس سنوات لأنهم يتحرقون بعشوائية يجب صبر يجب أن تصبروا معهم وتعلمهم كلما علمتموه الاستقلالية وعمل الحركات الرياضية وحدها ستقل مهمة الأب والأم والمدرب أما أن تقولي أن كيف أتخلص تماماً لا يوجد طريقة تتخلصين منها تماماً لأنها موجودة في شخصيته موجودة في دمه تعيش معه هذه الحركة ستعيش معه إلى الأبد نحن نحاول أن نقلل من الآلام التي يحس بها في جسمه وفي رأسه كذلك كنت وضحت لكم أيضاً كيف عمل المصاج لكامل الجسم يعني أخذ حمام مائي دافئ ووضع فيه المغنيزيوم إن وجد إن لم يوجد إذا لم يوجد عادي يعني أعملوا قليل من الملحة أو ماء دافئ عادي ماء وتركوا ماء وتركوا الطفل داخله حتى تسترخي عضلاته بعد التنشيف اعملوا مصاج بزيت الزيتون أو زيت الأطفال أو أي زيت أو كريم أو لوشن يعني كريم للأطفال حتى تسترخي عضلاته وأيضاً هم معروفون بأن الأطفال دول حركة الكثيرة لديهم بشرة رهيفة وجافة يعني الجلد الخارجي البشرة الخارجية تكون جافة لذلك يجب دائماً عمل كريمات للجسم وللوجه أيضاً ولليادين للأطراف كلهم والطريقة طريقة المصاج كنت شرحتها سابقاً يعني طريقة المصاج للجسم كله سأضع لينك الفيديو في أعلى الفيديو يوجد دائرة علامة تعجب ستخرج لكم كتابة اضغطوا عليها فيها الفيديو فيها المصاج وفيها الكرة المطاطية أيضاً وأيضاً شرب الماء أتركوا الطفل يشربوا الماء بكترة لا تمنعوا الطفل من شرب الماء أو تجعلوا الماء في التدريب كمحفز كما يقولون مساوامة يعني لا تساوموا الطفل على الماء قل لي إذا كان له تأخر في الكلام مثلاً تقول للطفل يعني قل لي ماء أو لا أعطيك الماء قل لي كلمة ماء أو لا أعطيك الماء لا لا تساومي الماء هو أساس الحياة لا تساومي الطفل أبداً أثناء التدريب على الماء ساوميها على الحلوة شوكولات لعبة يحبها الخروج من المنزل مجهد التلفاز أي شيء ساومي الطفل عليه حتى تحفزه على التدريب أو التعليم لكن الماء لا الماء يجب أن تضعي قارورة من الماء في كل مكان في البيت حتى حيثما يذهب الطفل يعني يستطيع شرب الماء ولو بالقطرة لأنه مفيد لجسمه خاصة أنه يتحرك كثيراً يعني أنه يتعرق كثيراً ويجب أن يعود هذا العرق هذا السوائل التي طرحها وهي سموم يجب تعويدها بالماء وكذلك بالعصائر الطبيعية وأي شيء يعني يحبه وهو سائل ولكن الماء هو أساسي جداً للطفل أحسن من أي عصير خاصة العصير الذي لديه متبتات ليس جيد من الأفضل عصائر طبيعية وإذا الطفل لا يشرب العصائر الطبيعية أي عصير يحبه طبعاً يجب لا تتركي الطفل دون شرب السوائل وإن شاء الله سيتعود على الاستقلالية وسيتعود أن يفعل ذلك لوحده أنا ابني أيضاً في البداية كان يخاف من الكرة المطاطية كان عمره سنتين ونصف لكن مع الوقت تدريب شهرين ونصف تقريباً على الكرة المطاطية أصبح الآن يفعل ذلك لوحده يتمطط عليها لوحده دون خوف يعني هذا فقط يعتمد عليك وعلى المدرب الذي يتعامل مع الطفل أما الطفل دو اضطراب فرط حركة لديها قدرات على التعليم وعلى العمل وعلى الاستقلال بسهولة إن شاء الله فقط التوجيه منذ الصغر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا استفدتم طبعاً وربي شفي كل أطفال العالم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر